السلام عليكم الاهليون فيكم فيديو جديد. طبعا اليوم راح نتكلم معكم عن نسخة تجريبية الثالثة للأيو اس تيرتيم بوينت تري بوينت وينت وان. ما بل قبل شو نزلت النسخة التجريبية الثالثة. يعني تقريبا نخد اسبوع من نسخة تجريبية الثانية والثالثة. فلو نخشل عدد عام مدر ما نشوف التنمبر تغير. اذا صوتي مش واضح لاني قاعد اصور من العباد فالمهم نكمل معكم التنمبر تغير. ومدر ما نشوف الى الان احنا على الايه. ويعتبر الايه ان قربنا النسخة النهائية لتنزل حق الكل. نتكلم لكم بعدين متى راح تنزل او توقعاتنا. لو ننزل تحت نشوف المودن في الميريحنا تغير برضو. النسخة اللي قبلها كان واحد صفر اربعة صفر خمسة. احنا صار صفر ستة. ما ادري الى الان اللي تلح ساعات واربع ساعات بنزل النسخة. ما اشوف في اي تغيير. يعني كل شيء عندي فل. ما يفصل ما يشبك. يعني كل شيء مثلا انه. نشوف نفس الوايرلس. هذا فصل الوايرلس. نرجح نشقل الوايرلس. نشوف احنا نسابه. انذا ما اشوف شبك على طول. فما في عندي اي تقطيع او اي شيء. بعض الاشخاص يقولون عندهم تقطيع ما ادري الى الان. في النسخة. لو نتكلم هل في ميزات جديدة ما في ميزات. الميزات اللي بنزلوها في النسخة التجربية هي الاولى والثانية. واحين الثالثة. الاولى اولا الشيء اللي كانت في لو تخشي العددات. تروح لل. بعض الاشخاص انك تحط لحق الاطفال مثلا جهازهم انه. ما يكلمون الشخص في الرسائل لورد محدد. بيقدروا نجاوز ان دي شيء احنا قبل حلتها هنا. وبرضو كانت في مشكلة في اليوان فالنسخة تجربية الثانية عدلتها قبل وتكلمت عنها انك تلو تخش العددات. تنزل. ننزل اخر شي تحت. هنا تقريب تطفي وتشقلها المشكلة. حطوا لك الواي فاي والنتورك. او الوائرلس والنتورك. تكلمت عنها في فيديو منفصل. فما في شيء محدد هنا او ميزة او تعديل. بعض الاشخاص يشاهدون في اليوتيوب يتكلم ان السيارة حقتها مثلا بلوتوث حقها يفصل. فحين يوم. نزل نسخة تجربية الثالث يقول جربتها. اشي كويس. فالوائرلس مش على الاربودز. يقول لك بعض الاجهزة الثانية لتشبك بالبلوتوث غصدي تفصل. لكن انا ملاحظت المشاكل. وفي شيء ملحوظ وبعض الاشخاص برضو تكلم عنها هناك الاربودز حين الجهاز تشبك بس. بس تغريبا ما في اي شيء محدد نازل فيها. ليش? تكلمتان من زمان انه لا تتوقع في اي شيء جديد. في النسخة هذه انه رقم الثالث تغير. انت عندك 13.3 فال13.3.1 رقم الاخير يعتبر بس تصليح للاخطاء في نفس النظام. فالرقم الثاني يكون في ميزات. رقم الاول ميزات قوية. لكن الثالثالث يتغير. ما في شيء جديد لك ثلاث صلحات يعني. فلو بنشوف القيك بنش انا لاحظت اشياء ممتازة. لو بشوف القيك بنش. النسخة الاولى. اللي هي 13.3.1. هذا النسخة الثانية. هذا النسخة الثالثة اللحين. فلو ندقق هنا راح نلاحظ النسخة الاولى والثانية تغير بين ما في فرق كبير والثالثة برضو ما في فرق كبير اللحين نزلت. لكن في فرق. انا لاحظت بالهداف ساعة الجهاز. فنشوف قدام كيف بنستخدم الجهاز. فهذا الحق السي بيو. لو نشوف هنا. حق الرسوميات. منزل تحت. هذو هم هنا. فرسوميات يعتبر او رجوع. يعني النسخة الاولى كانت. مدل ما نشوف 6.8.3.3. النسخة كانت ممتازة بقوة. منزل ما نشوف في ديسمبر حنا. النسخة الاولى. فهذا الاشياء كلها لشوف الانتوتو هنا. عادة عطاننا حين. فنفتح بس دقيقة. في النسخة حين اللي عندنا. منزل ما نشوف اللي بيسوي سكرينشوت عشان ما نوريكم الثانية. حين هنا خمسة اتنين سبعة اربعة خمسة اربعة. وهنا اللي بتدقق على الجي بي والسي بي وكل شيء هنا. لكن النسخة اللي كانت عندنا. النسخة الثانية كانت اربعة تسعة خمسة اتنين. فيعتبر افضل بشوي لكن هذا ارقام. لكن كاستخدام. انا بالنسبة لي لحظت الفرق. يعني اول مرة اشوف النسخة هذه فيها فرق كبير في الاستخدام. ان شاء الله اعدوا اسبوع على شيك لكم البطارية واشوف هالهداها بيكون افضل البطارية ولا لا. الاشيء الثاني ما شفت فيها اي شيء. كل شيء سريع. كل شيء يعني لما نشوف. كل شيء بالاشياء يعني اللي نتمنى هناها موجودة. السرعة الجهاز موجودة كل شيء. ما عندي مشاكل هنا. ما عندي مشاكل لفتح اي برنامج في اي تطبيق. الرام منيجمنت ممتازة بالنسبة لي. نرجع حق اي برنامج قبل اشوف حينها. شوائد الان واقف على نفسها. دل ما نشوف. فحلو. متى لما نتكلم حين لكم اخر شيء متى نتوقع انها راح تنزل. النسخة هذي. يعتبر حين النسخة هذي شبه كاملة. فسبوع الجاي يمكن تنزل اللي هي. يعتبر هذي الماستر او اللي بتنزل حق الكل لازم تنزل حق المطورين البداية وبعدها تنزل حق الكل. فسبوع الجاي يمكن نشوف نسخة الماستر هذي الكاملة لحق المطورين. وفي بداية الشهر يمكن تنزل للكل. فسبوعين الجايين يمكن تنزل للكل. فدل للاستخدام الطبيعي. ومش الاستخدام العامة تنزلها في جهازك اللي تستخد معادي. يخرب الجهاز. تخرب البطارية. برامج يعني انا عندي كويسة. ما في اي شيء. بعض الاشخاص عندهم يكون في مشاكل. فاببل ما تنسحك تنزل هذي. في جهازك الرئيسي. وما تبتنزل. وذل ما قلت لكم ما في اي تاريخ محدد. لكن هذا الاشياء المتوقع اهلا. بس. ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك في الغناء. منشر المقطع. واعمل لك المقطع. وتحليقاتك متحدة مني. لا تنسوا المفضل داعكم. والسلام عليكم.